السلام عليكم اهلا بكم مع وصفة جديدة النهاردة هنعمل كروكي البطاطس بالفراخ هنجيب شوية شيتوس شيتوس كرانشي اللي هو الناشف ده بلاش متجيبوش الطاري هتنوعه الناشف آآ واضربوه في الكبه عشان يبقى مفروم خالص ناعم آآ او حطوه في كيس نايلون وتققق عليه بشاكوش المطبخ لغاية ان يبقى بودرة كده وحنفضيه في طبق وحنجيب بقى اتنين صدور فراخ مسلوقين ولو عندكم طبعا اي بواق فراخ فده الحل الامثل لها طلعوا اي بواق فراخ عندكم في التلاجة وعملوها بالطريقة دي هتنفع جدا وهتبقى مناسبة حتى انو كتشلوها في الفريزر وتستخدموها في اي يوم مش عايزين تطبخو فيه الفراخ دي انا سألقتها في مياه فيها بصل وملح وفلفل وحبهان وورق لورة آآ نحطها بقى في الكبة واحط معها حتة بطاطس صغيرة بس عشان تمسكها البطاطس المسلوقة وبصلايا صغيرة وحافرمها جويس في الكبة لغاية ما تبقى كده بالمنظر ده هنزلها في طبق وبقيت البطاطس المسلوقة ههرسها بالشوكة واحطها معاها البطاطس يعني تقريبا بطاطسيتين متوسطين او واحدة كبيرة واحدة صغيرة واحط شوية بقدونس مفروم وملح طبعا حسب زوقكم حوالي معلقة صغيرة تقريبا ورشة فلفل اسويند وبيضة علشان تمسك الحاجات دي كلها مع بعض وحنقلب بقى كويس قوي وعلشان ما تبقاش طريح هنحط لها معلقتين بقسمات تنتصر رتوبة زيادة اللي في الخلطة دي ومعلقة صغيرة بيكين باودر ده مش الباكو كله يا جماعة دي معلقة صغيرة كان بقية باكو يعني عندي فمتحطوش كتير عشان ما تفتحش من نغو في النار وهنحط شوية من الشيتوس المفروم ده هو في الخلطة ونقلبها بقى معاها بالنسبة لبقية الشيتوس هنحط عليه معلقتين بقسمات عشان بس لما يتقلي عن النار يبقى لونه فاتح شوية ما يبقاش غامق قوي ورشة ملحة بسيطة وكده تقريبا يعني عملنا كل الحاجات الاساسية هنجيب بقى طبق صغير نكسر فيه بيضة هقول لكم دلوقتي يعني ازاي تشلوها في الفريزر وازاي تقلوها لما تطلعوها هنحط بس رشة فلفل ونقلب كويس هقول لكم ازاي تعملوها كدوا حتة يعني تقريبا حدد بقى كلها مقاس واحد يعني هاتوا معلقة واحدة مسلا نقسوا بيها الكمية اللي هتاخدوها في ادكو وابرموها كده زي ما بنعمل الكوفتة بالزبط ونحاول نعملهم كلهم ما اسوح نلفها في البيض الاول وبعدين نحطها في خلطة الشيتوس ونغلفها كويس من كل الجوانب ونضغط عليها عشان يلزق فيها كويس ونحطهم هنرسهم في طبق وحنشلهم في الفريزر او في اللازل المدة نص ساعة علشان يتمسك ومايفكش من عليها واحنا بنقليها نازم نحطها نص ساعة في الطلاجة وبعدين حنقليها في لو حنقليها في طاصة زي دي كده نخلي الطاصة على النار متوسطة وكل ملون هيتغير من جنب بنقلبها على الجنب التاني بالنسبة لو شلتوها في الفريزر ااا لما تيجو تقلوها لو هتقلوها في طاصة زي دي. يبقى الاحسن انكم تسيبوها تفك بر التلاجة حوالي نص ساعة او ساعة لربح. علشان تستوي كويس من جوة. لكن لو هتقلوها في زيت غويت. يبقى فيش مشكلة ممكن تجيبوها من الفريزر على الزيت على طول. لان كده الحرارة هتبقى جايلها من كل الجوانب. كده ما خدتش وقت على النار طبعا انها يا دوبك هتاخد لون ومستوية. آآ لو عجبكم الفيديو واتنسوش تعملوا لايك. وشكرا على المساعدة.